قديم جديد متجدد ذلك هو الصراع الطويل بين الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية ايران فالثانية تصر على تمردها وتدخلها في شؤون المنطقة وزعزعة امنها واستقرارها والاولى تفرض عليها عقوبات مشددة في سبيل ثانيها او اضعافها للرضوخ للمطالب الدولية وكلاهما تبحثان عن ثغرات للنيل من بعضهما ولعل الانتخابات الرئاسية الامريكية هي الثغرة التي تنتظر طهران ان تمرق منها لتتنفس السعداء من عقوبات واشنطن التي طال امدها وارهقت الاقتصاد الايراني حتى وصل مستوى متدنيا لم ينحذر اليه من قبل في ظل تأكيدات خبراء ان لا رابط كبير بين النتيجة التي ستحدد سيد البيت الابيض وبين واقع ايران طالما وسياسة المتصارعين هي ذاتها السياسة الايرانية الامريكية لم تتغير اذا كان بانه الجمهوري او الديمقراطي كلاهما سياستهم واحدة لكن هل بانه الجانب الايراني سوف يغير سياسته بعد الانتخابات ام يبقى يريد ان يكون هناك فرض ارادة لكون بانه ما يتعلق بين الجانب الامريكي والايراني هناك فرض ارادة وهناك كسر ارادة امريكا تتعامل بالحرب الباردة او بالحرب الناعمة اما الجانب الايراني لا يتعامل بحرب التهديدات وحرب الاستهدافات اخرون يرون ان الصراع الدائر بين واشنطن وطهران لن يتأثر بفوز او خسارة احد المرشحين للرئاسة الامريكية كون الفائز سيذهب بعد الانتخابات للتفاوض موضحين ان بايدن سيكون اكثر مرونة مع ايران وفق ما طرحه ببرنامجه الانتخابي ولن يضربها بقوة حديدية كما فعل ترامب العلاقات الايرانية الامريكية سواء فاز ترامب او فاز بايدن سيذهبون الى التفاوض المباشر لكن فرق بين ترامب اذا فاز سيفرض شروطا على الحكومة الايرانية اما بايدن سيكون اكثر ليونة واكثر سهولة لان بايدن لا يرغب بالتصعيد مع ايران وهذا ما تحدث في برنامجه الانتخابي وتبقى طهران على اعصابها اكثر من جو بايدن ذاته في انتظار من سيصل الى البيت الابيض على الظروف والحظ يقوداني بايدن الاكثر ليونة في التعامل معها بدلا من ترامب الذي شد خناقها حتى كاد يكسر رقبتها مصير طهران مرهون بما تحمله الايام المقبلة من مفاجآت لا يعلم اسرارها الا صناديق اقتراع الولايات الامريكية الست المتبقية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة